يعطي لأنه كريم ولأنه لطيف ويعطينا أن نستحق ذلك أو لم نستحق يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه أحسن تحننا منه ورافق المعصوم يقول إذن هو يعطي جل جلاله ولماذا يعطي من لم يعرفه أصلا لماذا يعطي؟ لأنه الله لأنه يتفضل حتى من لم يعرفه يعطيه نعم يعطيه بقدره أحيانا بقدر الإنسان وأحيانا يعطيه تفضلا منه طيب الله يتدخل في مسيرة الإنسان يحجب عنه طريقا إذا كان يستحق ويفتح له أبوابا أخرى أما أن الإنسان حر هذه الحياة وسر فيها كما تشاء هناك مسألة جدلية عميقة أنا أوريد أنت بماذا تعتقد نعم لكن هذا يحتاج إلى شوية فرشة بسيطة هناك مسألة جدلية مهمة في هذا المجال وهو أنه ما هو العدل وهل يتنافى العدل مع الاصطفاء الخاص يختص برحمته من يشاء هناك من يقول العدل هو التعادل أو التساوي أو التوازن أو العدل أن يعطي كل إنسان ما يستحقه ولكن في نظري العدل هو أن يعطي كل إنسان ما استعد له فحينما يرى الحق جل جلاله استعدادا قلبيا وباطنيا وحبا وعشقا وانجذابا لشيء ما فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ السبل بلا شك يهيئ السبل أساك كيف يهيئ السبل السبل لا يسأل عما وإن كان الموضوع معقد جدا وليس بسيطا لكن إذا سرت في طريق هل يحجبك الله عنه إذا كان فيه الهلاك في النهاية نعم من البلبة من الممكن إذا كان العبد صادقا وقريبا من الله وساعيا إلى الله عز وجل ثم هذا العبد سار فيه طريقا فيه شوب فيه خطأ أو فيه خوف أو فيه هلاك فإن الله سبحانه وتعالى سيضع العراقيل بطريق هذا الإنسان ولا يضع العراقيل في طريق الآخر إذا كان الآخر لا يريد الحق جل جلاله فيدعه